خلق قرآني الورع هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات وترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس والورع ظاهر وباطن فورع الظاهر ألا يتحرك المرء إلا لله وورع الباطن ألا يدخل قلبه سوى الله امتثالا لقوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وتطهير النفس من الذنوب والمعاصي من الورع قال جل وعلا وثيابك فطهير أي طهير نفسك من الذنب فكنا عن النفس بالثوب ومن اتخذ الورع خلقا له في الحياة فقد استبرأ لدينه في محياه واختار أن يكون على صدق ويقين قال عليه الصلاة والسلام خير دينكم الورع أخرجه الحاكم والبيهقي ومن العقل ترك المباحات خشية الوقوع بالسيئات الموبقات عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه أحمد تورع عن مباح كي تسلم من الآثام والفعل المحرم وصنف العمر دينك إن صونا لدينك يا أخي والله مغنى اللهم ارزقنا الورع واملأ قلوبنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك خلق قرآني